نروح لنقطة تانية وهو طبعا النادي الاهلي او المشوار الافريقي في موسم ان شاء الله باذن الله يكون موسم رائع والفوز بسلاسية بسلاسية نظيفة امام فريق طبعا سانت جورج الاسيوبي الحقيقة المباراة كانت مباراة مميزة جدا للنادي الاهلي خاصة في الشوت التاني الشوت التاني النادي الاهلي عملوا بشكل جيد جدا مارسل كولر بيحط تشكيلة مختلفة شوية عن المباراة اللي فاتت وده الروتيشن اللي بنتكلم عليه كان مهم جدا بداية المشوار الافريقي وبفوز انا شايفه انه كان ممكن يكون اكبر من كده الحقيقة كان فيه مكاسب غير النتيجة او كان فيه مكاسب في المباراة دي تتطمننا على جهازية لعيبة كتير البعض منهم غاب زي ما بقول حضراتك قدام مباراة النادي المصر اللي قاف زي محمود كهربا وحسين الشحات وكمان مروان عطية اللي بدأ المباراة بعد ما كان على دكة البودلاء في المباراة الدوري والحقيقة استمرال لتقلق امام عشور بصورة الحقيقة صورة رائعة حسين الشحات لغ بار عليه من الموسم الملفات بيعمل موسم اكتر من رائع مستمر في هذا التقلق الحقيقة حسين الشحات ودايما لما بتكلم عن نادي الاهلي اه فيه لعيبة يعني بتحط بصبتها في المباراة ولكن انا شايف ان من بعد مباراة السوبر الحقيقة النادي الاهلي الصورة الحقيقة بدأت تظهر تاني التركيز واضح جدا الاداء حتى اللعيبة الروتيشن اللي بتعمل على اعلى مستوى الصورة لقدامكو حسين الشحات ما شاء الله عليه محمد هاني ماشي بخطة سابتة فعايز اتكلم الحقيقة عن مباراة سان جورج والمكاسب الكتير اللي انا قلت لحضراتكو عليها مكاسب على مستوى اللعيبة الروتيشن اللي حاصل بشكل كبير جدا هتكلم على امام عشور الحقيقة اللي يعني ان شاء الله باذن الله لسه جاي كمان يعني امام عنده كمان مساحة من التطور عنده اداء الحقيقة اكتر من رائع روحه حلوة في الملعب الحقيقة انا بشوف بشوف حاجات ممكن حضراتكم ما تشوفوهاش بشكل مباشر يعني فيه لقطة انبارح في المباراة بيعمل شوتنج من التمنتاشر الكرة بتغبط في العيب بيرجع سبرينت حوالي اربعين متر فعلا يعني سبرينت علشان يقف في مكانه تاني عنده عنده عايز عايز يطلع امكانياته بشكل كبير جدا وامام عشور الحقيقة اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي والنادي الاهلي اضافة كبيرة جدا لامام عشور يعني عايزين نقيمه بشكل متدرج يعني خلي انا دايما يعني من المدارس اللي مش خلال ماتش او اتنين نطلع باللعيب السماء او ننزل بمدرب الارض يخلينا نكون وقعيين بداية طيبة جدا جدا للصفقات الجديدة خاصة يعني ريدا سليم وامام عشور لسه ان شاء الله مودست حيخش في الطريق لكن خلينا ماشيين بهذا الاسلوب ان احنا عندنا امال كثيرة جدا في ريدا وعندنا امال كثيرة جدا في امام عشور لسه ما دخلش الفرقة بشكل بشكل كبير لسه تالت مباراة او رابع مباراة وبالتالي لسه الموسم طويل ومساحة التطور ليه اداء امام عشور مش الاداء الفردي الاداء الجماعي مع الفرقة ان شاء الله هيتطور بشكل افضل الناس بدأت تتكلم دلوقتي على شوية دويتو ما بين امام عشور وريدا سليم موجود علي معلول موجود حسين الشحات الحياة تعاون واضح جدا وما تحسش ان هو يعني غريب على الفرقة شوية ده من صفات اللعب الكويس يعني دي حاجة كويسة تحسب لإمام ان هو داخل الفرقة خلاص ما عندوش اي مشكلة في التجانس مع الفرقة بشكل كبير جدا فدي من مكاسب المباراة الحقيقة الحاجات اللي ممكن اعف عندها شوية خلينا يعني دايما بتك على الحتة دي لان لازم تكون عند لعبتنا ولازم تكون الصقافة دي موجودة لو قادر تكسب خمسة وستة وسبعة وتمانية اكسب ليه لا يعني مباراة مبارح رغم ان احنا قدينا بشكل جيد لكن انا برضو النتيجة لا انا قلت النتيجة للمفروض تطلع سبعة تمانية فيه فرق كبيرة جدا وحنتكلم النهاردة في الاسبوع دوت فيه نتائي كبيرة يعني الماني يونايت تكسب بالتمانية باير ميونيك تكسب بالسبعة فانت لو قادر وعندك القدرة والمباراة تسمح والخصم يسمح انك تكسب سبعة وتمانية ده شيء هايل الاهداف اللي ضاعت شوية بقف عندها شوية شوية عدم تركيز شوية مفيش يعني مفيش الجدية شوية في انهاء الهجمة دي ان شاء الله تتحل الفترة اللي جاية لكن دايما بقف عند ثقافة العيب جوه الملعب الفرقة خلاص ضمنت المباراة بشكل جيد واحد سفر وبعدين اتنين سفر وبعدين يمكن الجوني التالت جي في البلاس تسعين فانا كان بقف دايما على الحتة ديت لازم الثقافة دي كمان تبقى تزيد عندنا عند فرقتنا شوية مش مطالب ان كل مباراة تكسب اربعة وخمسة وستة لا لكن لو انت عندك الفرصة والمنافس اللي قدامك يسمح ان انت تكسب بنتيجة كبيرة اعملها شفنا على مستوى اوروبا شفنا نتائج كبيرة جدا جدا شفنا برشلونة بايرن بيكسب برشلونة تمانية وبايرن بيكسب بوخهم سبعة وبعدين المان يونايتد يكسب بالتمانية في عندنا النهاردة في الحلقة تاريخ النتائج الكبيرة كمان في البريمالليجي هلتقي ارقام تمانية وتسعة فالثقافة اللي لازم تكون موجودة عند لعبتنا بشكل كبير المنافس لو انت قادر اكسب واي فرصة تجيلك ما تقولش اه يعني لو دي ضاعت هجيب اللي بعديها هتيجي مباريات مش هجيلك ثلاثة اربع فرص في المباراة فلازم يكون عندك الاحساس دوت لازم يكون الثقافة دي لازم تكون موجودة عندك بشكل كبير كل التوفيق اللي فرقتنا ان شاء الله حضراتكم عارفين الجمعة اللي جايه هتكون مباراة العودة واتمنى ان شاء الله لو هذا منافس بهذا يعني القدر الفني اللي ممكن تستطيع انت تكسب اربعة وخمسة وستة ما تقولش انا كده الماتش الاولاني كسبان تلاتة خش الماتش واكسب ستة وسبعة لان كمان ده بيسمع ده بيكون نتائج تاريخية بتكتب في التاريخ غير ان انت بتنمي هذه الثقافة